اللي بيشتغل معي بيقول عني ايسي انا ما بعرف هيدا الشي وشان هيك انا اللي بيضاينه معي هني اللي بصيروا يفهموني على الغيب نحنا بدمين سئيل كتير يمكن اعطت انا بجلسات ايام كان فيها تعاطي مخطرات انو بلد بالنهارفنز ولا وبالليل مربية لا لا ببحب دوباي خيي فيك الله انا والله يا انا بلا احساسي بس انا من ندمين على شي صراحة تجربة الفاشل علمتني شي جمالك شي مليونين دولار بس ما بلعب امار مثلا لبي سي كانت عم تعمل شغلة ايضا الحالة 10 مليون 10 مليون مشاهدة 16 مليون مشاهدة اذا بتشمع كل برامج لبنان مع بعضهم بيطلعات حلقة انا اليوم سنت معروف في مصر من ورد 3 ا4 حلات كنت البيع هناك هون سنت ارمس من فريق العمل تحيي الى مشاهديها للندن وحلقة جديدة من بودكاست يا ابيض يا اسود ضيفنا الليلة اعلامة وممثل كوميدي من الطراز الاول والرفيع ومسيرته المهنية مكللتها رزمة نجاحات وانجازات فيما مسيرته السياسية عضدته لبعض الانتكاسات هشام حداد اهلا وسهلا فيك معنا الليلة ومعك بدنا نفصل الخيط الابيض عن الخيط الاسود وانا بدي اشكلك على الاستضافة استاذ وليد وانا بمبسط بالحوار مش اول تجربة حوار واول تجربة بيعتبرها احلى التجارة بالحوار ودايما بتلاقي concept للبرنامج اليوم فصل الابيض عن الاسود شواتنا نعرف شو هي بدنا نبلش اول شي بابسط الاشي بالقهوة بالقهوة كيفك انت والقهوة منيح انا بحب القهوة لانه البن هو تقريبا من تاني اكثر السلعة استهلاكا بالعالم بالعالم انا منيح مع انا بعتقد مساهم بحيدا الموضوع مساهم منيح ايه لانه بشرب قهوة يعني بشرب قهوة للناس اللي بحبوا القهوة الصباح وبيحبوها بالليل بحبوها بعض دور ومش انه هلا انه مش انه لانه حطينا من ديكور البرنامج انه ما بشرب لا بشرب بالقهوة بدك تشوف طالعك فيها اه فيها طالع كمان شي مرة رحت عند بصارة بالراجع ما بايمين بهال الموضوع قارئة الفنجان ما بتايمين فيها بايمين بقصيدة قارئة الفنجان عبد الحليم حافظ بس بالغني بالموسيقى بايمين بس بقارئة الفنجان وقارئة خراءة الطالع ما بايمين بتايمين بقارئة الفنجان موسيقى او الكلمات كحب بايمين بالحب ليلا في اخلم للحب كموسيقى كلمات كمان طيح بدي انت تقل معك لالاسم هشام 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 ما كسره انت عيسي بحياتك اليومي يعني بتهشم اوقات ازرع على النقيدين صراحة على النقيدين انا عيسي اللي بيشتغل معي بيقول عني قاسي انا ما بعرف هيدا الشي اللي بيشتغل عني بيقول عني قاسي بمعنى بس قاسي انا من قاسي يعني لا ما بجراح ما بعيت ما بعصب بس قاسي باني بطلب شغلتي مية بالمية مضبوطة يعني الفريق بتحب الكمال حب الكمال بالشغل وهذا بيكون مزعج لنا بكل الدومينات اللي اشتغلت فيهم بحب الكمال بالشغل طالب بالكمال دائما وابدا وبيعتبر انه اللي عم بيحاولني يعني مثلاً يا البروديوسر يا الاسيستنت يا المخرجة. بعتبر بعتبر أنه فهمان الكمال مثل ما أنا فهمانه يعني بطلب منه الكمال اللي أنا بدي إياه. أيام ما بتكون هذا الشيء تصنب دك إياه. لوين بيوصل هذا الشيء. يعني إياه استيضامات قصة دم مع الناس. وصل كتير لمحلات استيضام مفهوم الكمال أو مفهوم كيف بدي إياها للشغلة. بعتبر أنا مش إنهاك أنا اللي بيضاينه معي اللي بصيروا يفهموني على الغيب. يعني أنا مثلاً معي بروديوسر اسمه جاد مكة اليوم بيصر له معي تقريباً بركي عشر أو اتنى عشر سنة لأنه قبل ما أحكي بفهم بفهم ليه معي الهدو في كنتنت توني خياط صار له معي كمان ما يقارب لعشر سنوات كمان إذا صار شيء خلال هيدا الأصوات بيعرف طريقة اللي بدي أكتب فيها بيعرف شو بدي يبعث لي كفيديوز وشو بدي يبعث لي كنصوص. وتكملوا بعضهم لأنه عشر سنين وعلى كل ما أنت عم تحكي يعني هيدا الموضوع إنك تطلب من واحد يفهم عليك على الطائر بده ممارسة يعني بلا الممارسة ما فيك تطلب أي من أول نهار. طيب بقاب بتخلص ستة واربعين سنة ستة واربعين شو أحلى شيء هاك بحياتك ولادي ولادك اتنين الله يخلي حدا عشر وسبعة عمرهم. وبالحقية العقلية لا لأنه بلشنا يعني لا صراحة بحقيقة الحقيقة العقلية بعترف أني مني أب بعترف أني أصبحت ملجأ الدلال عكس أمون يعني أمون هي الأسية أصبحت أنا برأيك ما في غلط أنا دائما بحكي بالموضوع يعني دائما كنا نحن ربينا البي هو الأسي الأم هي الحنان يعني صارت بها الأيام بتحسها بالعكس. تعرف ليش صارت أنا بأعتبر أنه الحنان من حق شوية لحلك ليش طب أنا غايب عنهم أكتر أنا غايب عنهم كتير يعني غايب عنهم أنا بسافري كتير بغيب عنهم كتير طب الوقت المتواجد في بدي يكون كمان قاسة يعني مش مش صعب عليهم وصعب علي أنه أنك تجي تطلب مني بهيدا الوقت اللي أنا موجود فيه ولي هو قليل منه كتير يعني أنا مثلا من شهر واحد لليوم مسافر سبعين بالمية من وقته وثلاثين بالمية بلبنان يعني مرأ مرأ أسبوعين بأمريكا وأسبوع بدبي وورا بعض هو ثلاثة أسابيع ما تشوف أولادك بيجي بهيدا الأسبوع الباقي كون أنا القاسة يعني صار البيات برأيك لأنه إقاع الحياة كتير قاسة صار البيات عنده النوع من عقدة زانب تجاه أولاده أنا ما عندي عقدة زانبية كان حنون معي أنا لأ حنون أكيد بس أنت لأنه عم تريب عن أولادك يعني أكيد جزء منه وأكيد جزء منه عندي عقدة زانب وما بقلك أنه من يومين قال لي بابا في الكبير هي ما بحياته طلبة وما أنه لأي عمده الكبير لأحد عش ما بيعبر قد الصغير صغير بعبر لي أكتر صغير ظل إلي بحب ظل إلي I love you بظلي يقلي يا ابني الكبير لأ شوي يعني صار ناضج أكتر ما عنده هيدي القصة أنه كل يدي أبدي عبر لي عن حبه قال لي من يومين قال لي بابا فيك تخفف سفر شوي طلق دبحني صراحة وعدتوا أنه إيه بدي خفيف سفر شوي طلع هشام حداد النجم هشام حداد الإنسان شو يلي ناقصوا بالحياة شو بتحس يعني بعد نجوميتك وبعد ما حققت حالك كأنسان شو ناقصك حقيقة صراحة ما ببعرف هلأ يمكن ناقصني إنه تكتمل أو تختمر تجربتي بي 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 بتقاعد أو بي أو بأعمال ما بده كتير يعني بركة بركة بحس اللي ناقصني أكتر هو وقت مع عائلتي يعني بيستحق من بعد هلأ عمري ستة ربين بركة بستحق على الخمسين وقت أكتر مع ولادة بستحق على الخمسين يكون عندي وقت أكتر مع ولادة هشام حداد توصلت لهون مين كان عندك ملهم بالحياة ألهمك حسيت أنه أنت تأثرت في أنت وصغير وحبت أنه هيك تمشي على خطا مهنيا يعني ولا مهنيا يعني أنا إذا بدك ملهمتي هي والدتي يعني أمي هي ملهمت بكل شيء إنسانيا إنسانيا مهنيا لا أمي ما عملت النجاحات المهنيا أمي أهم نجاحاتها كنا نحن يعني أهم إنجازاتها كانت تربيتنا لألنا تخلت مع أنه أمي صيدلي دكتورة بالصيدلي ولكن تخلت عن طموحها لأنه الحرب ما سمحت لها الإزدواجية أنه تعمل مهنة وعائلة أنا أختي خلقت بالستة وصعبين أنا خلقت بالثمانة وصبعين بأصعب وأحلك أيام الحرب الميت يوم حرب الاثمينة وصبعين أختي خلقت أنا أنا خلقت بحرب الميت يوم أنا خلقت بحرب الميت يوم بقابل عنه دخول السوري مزوعة والستة وسبعين حرب السنتين يعني عم تحكي عن أصعب سنين الحرب ما سمحت لها تمارس مهنتها إلى جانب العائلة نقيت العائلة قعدت بالبيت ربيت الولاد بعدها دخي خلق بالثلاثة وطمانين بعدها أصبحت وليت ترجع للمهنة آآ وتمارس الصيدلي وبالتالي على المستوى المهني أمي ما حققت إن جاءت بس على المستوى العائلة ونحن بالنسبة لألنا كمعلومات وكثقافة وكعمق وكشطارة كانت أمي هي الملهمة الأساسية بحياتي على المستوى على المستوى الإعلامي إذا بدك على المستوى المهني أنا أنا صغير ما كان عندي أصلا آآ هم فوت بالإعلام يعني ما كان ما كان ما شو كنت حبيب تصير أنا أصلا كنت مارس عندي كنت آآ عندي آآ آآ شهادة بإدارة الأعمال أنا كمدي أعمل أول شي دكتور أنا هو صغير كمدي أعمل حكيم آآ بعدين آآ حسيت أنه الضغط الدرس ما حقا قدر أنا أتحمل وضغط الدرس ما كتير بحب ضغط الدرس رحت لإدارة العمال مارسة آآ مهنة بيع الأدوات الطبية مع والدي المستلزمات الطبية المستلزمات الطبية اللي هي شغل العائلة لعمر الواحدة وثلاثين أنا ما فتت على إعلام صغير وفتت على إعلام فجأة يعني بالصدفة فتت بعدين صار عندي ملهم بالإعلام أو صار عندي مثل أعلى بالإعلام بعدين تبعت أنه أنا مش نهيك بحب رياض شرارة لأنه شخصية رياض شرارة اللي هي أنه منا شخصية منمقة على التليفزيون شخصية بالعكس كان خالي من العقد وخالي من الضوابط كان يمارس الإعلام كأنه شخص عادي يعني يمارسه بمساطة كانوا قاعد بالسلام عليك بالنسبة لك أصبح هنا مثال أعلى بعدين أكتر وأكتر على فكرة ما تعمقت بالإعلام صرت أحضر الشهادية لك تافيم كمتقدم جدا بالمدرسة اللي نحن فيها اليوم اللي هي أنك تكون نجيب حنكش لك من زمان لك من أيمتها بالخمسينات بالخمسينات كان يمارس الإعلام كأنه يقعد ببيته بصالون بيته وبوقتها ما كان الدرجة بوقتها كان درجة الإعلامة المنمق اللي الذي يتكلم بدك تضلق لبس جرباء وقاعد مرتب مظهور كان هو كان يقول لك يخرب بيديك يا فيروز أشيك مهضومك وصبوحة يا صبوحة وصبوحة يا صبوحة يجي يبوسها هول كسر الكلفة يعني رفع الكلفة وكسر المحاضير هول ما كان حدا يعملون نجيب حنكش عملوهم بالخمسينات بعدين صوت أنا شوي هيك حب طريقتهم بالحوار رياض شرارة ونجيب حنكش لكن تنين ملهمين إذا بدك بتحس أنه اليوم هشام حداد عم بيكون ملهم لجيل جديد لكن أنا إذا بدك ملهم إذا بدك بمدرسة نجيب حنكش ورياض شرارة أنا واحد من هالتلاميذ اللي أصغر مني بالعمر ما حيحضرون حيحضروني لقلي إذا حدا حابب يعمل إعلامة وخاء ما عنده الضوابط الإعلامية ما بيحكي فصحة بيعلي صوته أيام وقت اللي ما لازم يعلي صوته أيام برقص وأيام بأنا هيك أنت وكركم تعرفوني يعني بيقدر يكون بيقدر كون أنا بالنسبة له مش أنه مثال أعلى ما بدي يكبر حالي هالقادي بس بيقدر يكون له آآ آآ دايركشن يعني آآ آآ شو بقوله دايركشن يعني بتكون جيد عم بتدله عالطاني بزبوط يعني دليل أكبر دليل قلت لي عن الصدفة كيف فت بالصدفة تعرفت على المخرج شادي حنة بالحياة العادية يعني بالحياة عن طريق أصحاب سنت 2008 و 2007 و بال 2008 كان عم بيعني برنامج سكاتشات و نكات وقال لي أنت أنت من بعد ما شافني بالحياة عن قال لي عندك كومينيكيشن سكيلز تصلح للإعلام هو عنده عين ثاقبة شادي حنة صاحب عين ثاقبة جداً بيقدر يكتشف الناس دغري ما هو اكتشف عادل واكتشف فادر عادي واكتشف كل الشباب يعني بيقدر يعرف أنه هذا الزرامة كتير بنجاح التلفزيون وهكذا كان يعني تجربتك الأولى لول تجربة الثانية لول الأولى أوفريرة بنامج سكاتشات بسيط بعدين آآ بعد مشي بعد شهرين لول يعني لأنه دغري إذا بدك تجربة الأولى الحقيقية الجدية لول إيه نقطة بيضة بحياتك بعتقد بعتقد مسيرتي كلها بيضة يعني مسيرتي الإعلامية ما فيها شيء أسود يعني ما أنا ولا مرة كنت شو عرفني آآ متعدة على أحد أو أو ما عندك والله نقطة سودة يعني هيك بتقول إذا بتذكرتها ما ضرورة تكون كتير قاسية بس إنه هاي ده يمكن ياريت مصارد ياريت معملتها بتعرف دوماننا سائل أستاذ وليد وممكن تنجري في أيام لأمور ما بتحبه أو مش من مش من أخلاقك أو من تربيتك بتندم عليهم بتندم عليهم كتير أمور لك لك إنه أيام نحنا نحنا بدمان سائل كتير يمكن قعد أنا بجلسات أيام كان فيها تعاطي مخدرات ما أنت بتعرف أنت 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 يعني إعلامي سياس أيام بيكون في سياسة تانية فيه فيه الوسط منه هلأ دي نضيف في أيام إشي بتندم علي بس إش يعني لا يعني لا تذكر يعني شو أكتر صفة يعني بس يعني بس مشان ما قل لك بفي نقط صودة وبين أنه أنا عم بحكي بيرفكت بس أنه لازم قل لك أنه فيك إش مالة طامياً طيب شو أكتر صفة بتكرهها بحالك عندي أيام تسرع عندي تسرع يمكن بعض الانفعال بيعمل تسرع تسرع باتخاذ مواقف تسرع إذا تسرع يعني بتعتبر حالك عفوة لأنه يمكن الصدق والعفوية بتعمل لتسرع بتعمل لتسرع بتعمل لتسرع ومع العمر ما عم بخفر بلا خفر تسرع كتير خاف أنا سنصال اليوم سنتين ما نكاتب شي على تويتر هذا هذا بعتبره من أبرز إنجازات آخر سنتين ولا بقى إنجرف لأي من الصراعات اللي عم بتصير على تويتر لأنه كلها صراحة أفضل من الأفضل الإبتعاد عن كل شيء لا يمكنك لا يمكنك التغيير فيه يعني كل شي ما فيك يتغير فيه أفضل أنت مت مت يعني استسلمت للأمر الواقع لكن بس أنا يعني الشعب كله استسلم لأمر الواقع هذا شعب طائرة كله دائعه ما أنه مستسلم منك شايفه آآ آآ سمعت قول الزميل بسام أبو زاد قول آآ بعتقد أنه من أهم الأقوال بلد بالنهارفنز ولا وبالليل مرباية طب إذا بلد طير الشعب طائرة كل ودايعه بالليل مرباية يعني هذا الشعب مستسلم للأمر الواقع نحنا شعب تعتبر هاي دي من عيوب الشعب اللبناني طبعا من عيوبه لأنه 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 بتعرف ليه لأنه مستعدي قايد وجود الدولة والقانون وأنه مقابل أنه يعمل أنه يكون بمرباية أنه يصهر ويتسلى ويمبسط يعني أولويته ماشينا هيك اليوم بيجي يابس معه وبتعصبني بس يقلي لا لا بحب دبي خيي فيك يخيي دبي أنا مسانا كتير بحب دبي أنا لأنه يسمي لي معيار العيش الكريم أصبح ما أنه ما أنه إذا في لأنه نحنا بايست بموضوع الفيك ولا مش فيك إذا بيروت لأنه بيروت في أمك وبيك وأصحابك وعائلتك وربان فيه في انتماء مش معقول تكون ما بتحب أكتر ما هي مدينة أخرى أكيد بس ما فيك تقايد كل انتماءك وتقايد لأنه في أمك وأنه لأنه في أم ولأنه في أبي ولأنه في أصحابي خلص بيقبل فيه بيقبل فيه بلا دولة وبلا قنون معقول حوادث الإجرام والنشر اللي بتصير بلبنان معقول التفلق بس نسبيا أنه وقت اللي عندك مليونين ونص أو حتى مع الفلسطينيين تلات ملايين نازح برأيك مننا أنه نسبة نسبة الجريمة ونسبة السرقة كتير قليلة أنا برأيك عم تكتر يوم بعد يوم راح نوصل لمستويات حي تصير بيروت مثل جوهانسبرغ ومثل مثل ساو باولو يعني حنصير أشبه بالبرازيل وجنوب أفريقيا ليهني من أخطر المدن بالعالم نحنا نحنا يعني يوم يوم بعد يوم عمشوف مناظر مريعة يعني اليوم كانت عندي الإعلامية غيدة مجذوب جاي من كندا صديقتي عم تفرجين جمعات الماضي ولدتها بالسبعينات نشلوا الجزدين من نوعية عوجها كسرت منخارة واسنانة يخيب بوضح النهار بوضح النهار بباركينج بقلب سن الفيل بوضح النهار موتوسيقل نشلة مش بقلبش على الطريق كمان كان ممكن لو لو قشرت يتلورها كانت كانت لسامح الله توفيد بيجي عراسها من وراء بس بيسلة شي شو هو ندمك الأكبر بالحياة عشو ندمين ندمين عشو والله أنا والله يا أنا بلا إحساسي يا بابا معي وعياتك أول بينتنا إذا ما بدي أفترضك بلا إحساس بس إذا بلا إحساس أريح شي أريح شي بس أنا من ندمين عشي صراحة بني أنه عشو بدي أندم أنه عشو معقول لا عشي تجربة عملتها وحسات أنه يرات ما عملتها أنه لنفترض تجربة فيشلة أو ما نجحت لكن هو الأول عادة الشخص أنا أو أنت أو كله هو تراكم يعني ما في شي بي ندمك في شي بيعلمك أنه أنا ببندم صراحة لأنه بعتبر أنه حتى لو عملت تجارب فيشة كلني أنا مثل ما أنا تراكم تجاربة الناش حول فيشلة أنا بحد ذاتي تراكم يعني وبالتالي ما بندم يعني التجربة لأنه تجربة الفاشة اللي علمتني شي مش ضروري ندم عليها صراحة أنا أنا من الناس بنام وضمير ومرتاح ما بندم يعني ما عندي شعور بالندم ولا مرة ما ما مرة ظلت وعي كل الليل يعني نم عن خد مرتاح ومني ندمين عن شي وبالحياة حكيتك عن بعض النقاط السوداء قبل شوي ساعتنا بركب ندم على هول وبالحقيقة المادية أنت مصرف كتير أي مصرف أنا يعني في مرة إعلامي صديق آآ قال لي مجمع لك شي مليونين دولار أنت سكت أنا شو بدي أقل له النوع لأنه اللي بيشوفني بقول هيدا أنا بصرف كتير أنا بظهر ثلاثمائة وخمسة وستين يوم بالجمعة كل ليلة كل ليلة إيش صلي على هيدا الحالة ما يقارب العشرين سنة يعني عشو بتصرف أكتشي على السهر على حياة الليل على 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 كل شي يتعلق بما بعد الساعة 8 بس ما بلعب أمار مثلا أنا شايفك مرتين بعد الساعة 8 بس ما بلعب أمار بس أنا بلعب أمار بس أنا بلعب لك هلأ اللي عم يحضروني عم يسمعوني ثلاثة ربعة ناس ما في حدا مش شايفني بالليل يعني أنا ممكن اتواجد بأربع مطاريح بنفس الليل صحيح أنا بنهار ماني شايفك إلا وقت بصور أنا ويا أنا غير هاك ماني شايفك أنا بظهر ثلاثمائة وخمسة وستين يوم بالسنة صار لي عشرين سنة إيش أنا صراحة ما ما بستبيه بس عندي بيدي وعندي شليه وعندي سيارة يعني أنا عامل شغلي أوكي بس صارف مصاري بحر من هاك وقت اللي رديت بحديث إعلامي قلت أنه 8000 دولار منه مبلغ كبير كذاتب شهري لا أنا أنا ما أنا أنا اللي حكيت على فكرة أنا سؤلت عن راتب عن قيمة انتقالي للأم تيفي وحسبت هي قيمة انتقالي طلعي عم طلعي راتب الشهري يقارب مبلغ معين هي حسبته أنه طلعي 8000 وقلت له نا مش 8000 أكتر من هيك 8000 بالدومين طبعا أنا استاذ وليد أنت بتعرف كواحد بحقق نجومية بتلي قامت أنا قلت يعتبر مبلغ كبير ليش بس صار كان عم يكتبوا تعليقات على هذا شيء أنه 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 طبيب بلبنان ما ليش الممثل أنه ما بيحسل ليش الممثل بأمريكا ممثل أو النجم التلفزيوني بيقبض أكتر ولا الطبيب يقبض أكتر النجم صناعة الترفيه صناعة الترفيه هي أغلى صناعة بالعالم هي أغلى صناعة أصعب صناعة الرياضة وصناعة الترفيه أغلى صناعات يعني أنك تضحك الناس أصعب شيء أنا أنا بعد خمستاشر سنة مسيرة بالبراند اللي عندي إيها إن كان أنا ولا إن كان مارسل غانم ولا إن كان أنت ولا إن كان طوني خليفة ولا إن كان نيشان الأسماء اللي عندها صلى خمستاشر وطوني بارود وكل أول بيوصلوا لمحال بحياتهم يصبح قيمتهم السوقية قيمة كبيرة يعني السوقية المالية السوقية يعني السوق يعني السوق يعني متل ما بيسموا متل ما بيقولوا عن البراند يعني البراند أنه بس تصبح يدفع لها مراتب كبير أنه ما أنه شيء أنا اقترعته يعني هيدا العرض والطلب هيك بيعمل بعد في شغلة يعني وقت اللي بينحكى أنه اسم هشام حدد بينقيل أنه يرايت ما كان إيسي هالأد على الامتي في وقت اللي كان بالأل بي سي توقت الرجع يعني عمل كل هالإخراج وقت كنت قاسي على الامتي في وقت قاملت قاسي على الامتي في بالأل بي سي كانت عم تعمل شغلة هيدا الحالة وعم تعمل لي هنيك نسبة مشاهدة عالية وكنت عم بعمل الكمنيكيشن طبعيته وقت جيت على الامتي في اللي عملت البرنامج المرتب بديكوره بصورته بضيوفه لكن مين عم يطلع معي طلع الشامي اللي هو النجم الصاعد اليوم بسماء الأغنية العربية ما ضل تليفزيون ما مات عليه الام بي سي المحطة العربية الأولى كانت عم يعني تقوله تحفر ليلا ونهارا لتأخذ مقابلة من الشامي الشامي مع مين يطلع أول مقابلة تليفزيونية بحياته مع مين ما هي شاب حد ليه من صدفه لأنه يعلم الشامي ومن وراء الشامي أي إدارة أعماله الزكية واللي مطايرته اليوم لأنه شامي منه طاير عن فراغ شامي طاير عن من وراء مكنة مكنة إدارة أعمال ميوزيك إز ماي لايف من أقوى من أقوى الإدارات الفنية بالعالم العربي إذا لم تكن الأقوى عرفت هذه الإدارة أنه من سيكون شريك في النجاح من سيكون شريك النجاح في المقابلة التليفزيونية الأولى نظرتها ثاقبة من نقي هشام حداد هيدا 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 شو شو هيدا جاي من فراغ هذا ما بيجي من فراغ هذا بيجي من مسيرة طويلة عريضة وصد جزء من الكواليتي أكيد وما هشام مع شو مع شاشة الأقوى لبنانيا من الأقوى عربيا كومبينيشن رهيبة هشام حداد والأم تيفي أنا إذا بتشوف أرقام كثير هالأد على السوشيال ميديا يعني بتحط مثلا هشام حداد هيبانور هشام حداد مرام علي هشام حداد الشامي هشام حداد هاني رمزي الممثل المصري هشام حداد سمية الخشاب اللي عم بيسمي لك الأسامي هشام حداد عاصل حلانة كل الناس اللي استدفتوا ما بدي ينسى حدا يعني الفنانين سوري كل الناس الفنانين ما بدي ينسى حدا كل حلقة منهم بتجمع كل أرقام البرامج الأخرى بلبنان يعني عم تحكي عشرة مليون 12 مليون مشاهدة 16 مليون مشاهدة إذا بتجمع كل برامج لبنان مع بعضهم ما بيطلعت حلقة ما بيطلعت حلقة قد نص حلقة ما بيطلع بين كل هالأسماء أي فنان تفعلت أكتر شيء انتوية هالأسماء الكبيرة اللي ذكرتها كارول سميحة ولا تفعلت معها كتير بآخر حلقة ما بعرف في إسرائيل سكرت فيها سكرت بي كارول عاصل حلانة كانت حلقته رائعة الشامي كانت حلقته رائعة مرام علي كانت حلقته رائعة كل اللي ذكرت لك عملت حلات هاني رمزي يا لطيف بمصر كسرت الدنيا أنا اليوم صرت معروف بمصر من وراء ثلاثة أربع حلات مش إنه معروف يعني عندي شعبية بمصر من وراء ثلاثة أربع حلات عملتها مع نجوم مصريين كسروا الأرض تعتبر أنه تجربتك بالأم تيفي أهم من تجربتك بالأل بي سي تجربتي بالأل بي سي آآ آآ مني وحق يعني الهي اللي فيها النجوم هي 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 اللي خلقت النجوميه رقزة الهي خلقته ها هي اللي خلقته وعملت له الهمروجة الكبيرة وعملت له الريتنج العاليين وهي ده ام تيفي خمّرتها كيف الام تيفي عملتني الجميل العلمة الرائعة هاي ده الباكج يعني كنت إذا بدك كنت البيع هنا صرت براند عملتني عملتلي البراند نيم عملتلي البراند ايدنتي زبطتلي العلبي صرت أنا اليوم بالمجتمع بالبرسبشن بكل شي عندي غير غير مصورة هل قد برأيك هو الفرق بين البي سي والم تي في الصورة يعني أصدق بتخيل أنه الام تي في طبعا تسخى أكتر على الصورة والام تي في لك أنا لأني بدي أقول لك شالي عشارة صرت أفهم ليش الام تي في صورتها هيك عشارة رئيس إدارة الام تي في مشال المور عشرته بوقت لا بأسة يعني كان وقت يعني شفت عم تحضره كنتم عم نحضر وهيدا آآ إذا عم يحكي معك وفي شارع على تيابك ما بيكمل الحديث يعني بشي لك يالا يدري يكمل الحديث وقال لبسيت كل نظره على الشارع الزلمة بشوف عن بعض عشرة كيلومتر ما بيقدر يحكيك إذا في لوحة وراك عاملي هيك فهيدا الشي بيخلي الام تي في شخصية ميشيل المور بتخلي الام تي في تكون هالأدب هالأدب فيها بالنسبة لك اليوم هشام حداد بين كل المؤدمين بالعالم العربي شو موقعهم هل تعتبر حيلك أنه بالدومين طبعا بالدومين طبعا بالاختصاص طبعا ما عندي منافس عربيا حتى عربيا ما عندي منافس مين عربية منافسة ما عندي منافسة عربي مين بيقدم برنامج ترفيه بيرتكز على على كوميديا اجتماعية بالأول بيرجع بيرجع بيستضيف كاركتيرات من كلم مختلف وتبه وانت عم تحكي عن برنامج مش بس أنا في نجم أنا ليش ضل هالبرنامج ما طلع حدا منه نجم مع عمل طالب نجمي وليج لدي نجم ووماي جاد نجم وسهام أريج نجمي ونادي أحيا نجوميته بالبرنامج نادي أبو شبكي عم تحكي عن برنامج فيه خمسة نجوم تعددية النجوم لأنه وقت اللي بحضر والبند نجمي تعددية النجوم أوقات ما بتزعجها لا بالعكس يعني معت نجم الأوحد ببرنامج معانا شو اللي بخليني خمسة عشر سنة على تلفزيون هني تؤمن بالآخر انه ماشي الحالي ولا كيف ولا أصلا لو معانا أؤمن فيهم كيف طلعوا انا محدات محدات من قدرة حدا منهم بالعكس أنا فتحت لهم كل المجالات اللي ينجموا ومشان هاكل حتى الضيف اللي بيطلع معي بعطيه وقت لهو ينجم رحلق ناخد فصل إعلاني مناخد معك آخر شافي ومنبلش كما بفقرة آخر شافي